عليك تفضل على فكرة كل الكلام ده أنا أيله كلام تلقائي ما كتبتش أي حاجة مباراة دي لها عندي زكريات جميلة جدا جدا لحظة الهدف ده لقد فقدت عصابي وأعدت على الأرض من كتر ما أنا مش قادر أفقد يعني فقدت توازده مش قادر أفوال قادر أعد على الكرسي عادت على الأرض مباراة كانت عصيبة جدا جدا كنت متوقع أن تكون مباراة أسهل من كده ولكن نحن نجيب هدف في ديها تقريبا 97 وهدف قاتل في وقت قاتل الناس لو ركزت معا في التعليق في الهدف وحظة هدف لتأخرت سانيتين تلاتة لما شفت الهدف لأن قدت أنا أقعد على الأرض خلاصة أنت سبت الكرسي وأنت من الكبينة سبت الكرسي وطلعت بره الكبينة وقفت في ديها تقريبا 95 أو في ديها 90 في ديها 95 لقيت نفسي مش قادر مش قادر أقف عايزة أقعد من إيش الكرسي وروح تقعد على الأرض وأنا بعلق الهدف جيه فأنا قمت عمال بقوم ببص في المونتور أشوف الكورة دي دخلت ولا جاية من بره من الشبكة لما دخلت ما أقولكش لو شفتيني ساعتها وأنا بعلق الهدف أتقول الرجل ده مجنون لأن أنا سبت نفسي وعادت تتنطط وعادت ألعب بأيدي وبرجلي وبدماغي وبراصي والكلام اللي طلع ده الله أكبر والهدف القناس مرعب الحراس أبو طمارة وسرين على فكرة سرين دي بقى كانت سر جريب يعني أعماد عيمية يقولي ده لسه السرين دي مولودة من ثلاثة أربعة تيام انتعرفت يا اسمها إزاي وانتون من حض الرب هذا فهي جات كده والحمد لله يعني سماعت مع الناس الناس حبوها لأن الناس حسوا بيها حسوا أن الكلام طرع من القلب عشان كده الحمد لله وصل لقلوب الناس كانت فرحة كبيرة جدا فرحة طاغية كان أول فريق مصري يفوز بيها اللقب الغيادة طبعا وكانت مباراة صعبة شوية كان فيها مشاكل كتيرة أحمد عادر ساعتها تعرض صابق في ده سبعين وراجل رفض يغادر الملعب ولعب برجل واحدة فالحمد لله يعني الحمد لله جمهور الأهلي كان له دور كبير جدا وفضل كبير جدا في التتويق باللقب مساند حتى اللحظة الأخيرة حتى الثانية الأخيرة حتى أنا قلت قلت النادي الأهلي ندى فاز بروح الفللة وبتشجيع الجمهور العظيمة اللعبتها حتى الثانية الأخيرة والحمد لله يحيى الأخيرة